السلام عليكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم معكم الأستاذ زكي الشعل في دورة القدرات ومشرفة البرنامج الأستاذ ليلة السلطان بالنسبة إلى حل الاختبار النموذجي الثالث قال لنا في هذا السؤال متسابقان يجريان باتجاه معاكس حول مضمار دائري محيطه مئة واربعين متر طبعا هذا المضمار الدائري لو أنا رسم هذا مضمار دائري وقال لنا محيطه كم مئة واربعين يجري الأول بسرعة أربعة متر لكل دقيقة ويجري الثاني بسرعة ستة متر لكل دقيقة فكم المسافة التي قطعها الأول عند التقائه بالثاني الآن الأول أنا عندي شخص هنا علشان أوضح لكم المسألة هنا الأول هذا الشخص يجري بسرعة أربعة متر في كل دقيقة والثاني يجري بسرعة كم ستة متر لكل دقيقة هنا علشان أوجد المسافة التي قطعها الأول عند الالتقاء بالثاني ما دام يكون عندنا باتجاهين متعاكسين عادة الاتجاه المتعاكس ماذا نعمل في السرعتين في اتجاه المتعاكس في الاتجاه المتعاكسين نجمع السرعتين إذن نوجد أولا مجموعة السرعة نقول أن عين عبارة عن أربعة زائد ستة لأنهم يبغوا يلتقوا علشان نوجد المسافة بين الشخصين إذن مجموعة السرعتين هي كم عشر نبغى نوجد الآن الزمن حول هذا المضمار كم يصير الزمن الزمن الكلي حول مضمار دائر مية واربعين متر فأروح أقسم علشان أوجد الزمن أروح أقسم المسافة وهي مية واربعين قسم السرعة وهي اللي طل عنها كم عشرة إذن الزمن المخصص لهذا المضمار أربعة عشر كم دقيقة لأن مية واربعين قسم عشرة الجواب أربعة عشر دقيقة الآن نوجد المسافة قال إنما المسافة التي قطعها الأول ما دام أنا عندي عندي الزمن أقدر أجيب مسافة الأول وإذا يبغى مسافة الثانية أقدر أجيب مسافة الثانية إذن الأول بصير لنا عندي أربعة ضرب كم أربعة عشرة لأن الزمن بصير أربعة عشر دقيقة فيصير أربعة ضرب أربعة عشرة الجواب كم يصير ستة وخمسين مترين إذن قطعها الأول المسافة اللي قطعها الأول ستة وخمسين مترين فتكون الإجابة فقرة مين فقرة ألف خلاص جبنا أول شي الزمن أهم شي تجيب الزمن وإذا جبنا الزمن نروح نضربه بالسرعة علشان نوجد المسافة المطلوبة يلا السؤال الثاني اجتمع مجموعة من الأشخاص عددهم سبعة صافح كل منهم الآخر لمرة واحدة فقط كم عدد المسافحات؟ مر علينا هذا القانون مر علينا هذا القانون عدد المسافحات إما بطريقة القانون أو بطريقة ذهنية طريقة القانون عدد المسافحات قلنا نون أو سين نون ناقص واحد وأقسمها على كم؟ على اثنين هذه بطريقة القانون النون كم عندي؟ يعني عدد الأشخاص عندي سبعة ضرب وبعدين أعود عن النون هنا سبعة ناقص واحد وأقسمها على كم؟ على اثنين إذن الإجابة سبعة ضرب سبعة ناقص واحد الجواب كم؟ ستة قسمة اثنين إذن اثنين وأربعين قسمة اثنين الجواب كم يصير؟ واحد وعشرين إذن تكون الإجابة فقرة مين؟ فقرة بين واضح؟ بسيط؟ هذه عدد المصافحة وأقدر أيضا نحلة بطريقة ذهنية السؤال اللي بعده وزع شخص مبلغا من المال على ثلاثة فقراء بالنسبة من واحد واثنين وثلاثة والفرق بين الأول والثاني مئة وعشرين فما حصت كل منهم؟ هنا علشان أوجد الحصاص عندي بطريقتين اي مين؟ اي طريقة أسهل ما هذا قصدك هذا السؤال؟ انحلة بطريقة أسهل كيف؟ عندي أولا هنا نسبة واحد بعدين اثنين بعدين ثلاثة يعني النسبة ما بينهم متساوية من واحد إلى اثنين إلى ثلاثة النسبة المتساوية أروح أشيك الآن في الإجابات اي ما في مشكلة أشيك في الإجابات التسعين الآن التسعين الآن كم الآن المسافة ما أقول الزمن تسعين مع مئة وثلاثين كم يصير؟ يصير أربعين صح؟ وهنا مئة وثلاثين إلى مئتين وعشرة كم يصير؟ الزيادة صارت هنا سبعين صارت ستين إذن غير متناسبة إذن الإجابة فقرة دال خطأ الإجابة فقرة بي خطأ ونجرب الإجابة فقرةope هللنسبة ما بينهم متساوية؟ ستين صار стороны أمية وعشرين واللي أمية وعشرين صار مية وثمانين إذن تكون الإجابة فقرة من؟ فقرة ألف النسبة ما بينهم متساوية وإقدر أسوي أيضا بطريقة ثانية قال لين الفرق بين الأول والثالث 120 ما بين الأول والثالث 120 أروح أشيك من الإجابة ما بين الأول والثالث قال لين 120 يعني 180 ناقص 60 الجواب 120 إذن تكون الإجابة فقرة مين فقرة علف يلا ناخد السؤال اللي بعده سؤال أربعة لدراسة نوع من البكتيريا أخذت عينتان سين وصاد من أحد أنواع الخضاء فإذا كان عدد البكتيريا في العينة الأولى أعطاني أربعة ضرب عشرة والستة أربعة ضرب عشرة والستة وعدد البكتيريا في العينة صاد ثمانية ضرب عشرة والستة فإن عدد البكتيريا في العينة سين بالنسبة إلى صاد كم تساوي نلاحظ هنا العدد عشرة والستة وعشرة والستة نفس الشيء صح؟ ولكن عندنا هنا عندي أربعة وعندنا هنا ثمانية يبغى بالنسبة إلى سين إلى صاد كم تساوي بس أروح أقسم إن بالنسبة إلى سين أربعة ضرب عشرة والستة على الصاد كم عندي ثمانية ضرب عشرة والستة تمثل ماذا؟ تمثل اللاحظ أربعة قسمة ثمانية إذن تمثل نص قيمة صاد يعني لأن هنا أربعة وهنا ثمانية يعني نصفة بدون يعني النظر إلى العدد العدد الأساس فإذن تكون قيمة سين فتكون نصف من العدد في العينة صاد لأن هناك أربعة وهنا ثمانية فتكون نصف يلا سؤال خمسة أوجد قيمة سين في الشكل المجاور كيف نوجد قيمة سين؟ عادة في الشكل الرباعي عادة في الشكل الرباعي يكون كل زاويتين متقابلتين مجموحهم مئة وثمانين درجة تدروا أو ما تدروا؟ كل زاويتين متقابلتين يعني هذه الزاوية لاحظوا هذه الزاوية مع هذه الزاوية مجموحهم مئة وثمانين وهذه الزاوية مع هذه الزاوية مجموحهم مئة وثمانين أروح أجمحهم ليش يطلع مئة وثمانين؟ لأن هذا الشكل الرباعي مرسوم داخل دائرة فأروح أجمع واحد ونص سين زائد اثنين ونص سين ليساوي كم مئة وثمانين درجة أنا أبغى وجد قيمة سين أجمع واحد ونص مع اثنين ونص كم الجواب يا أولاد يا بنا أربعة سين يساوي كم مئة وثمانين أقسم الآن على أربعة وهنا على أربعة إذن قيمة سين تطلع علينا كم خمسة واربعين درجة إذن تكون الإجابة فقر مين فقر به لأن وجدنا قيمة سين يساوي خمسة واربعين واضح يا أولاد يا بنا معاي واضح يلا السؤال اللي بعده قالينا في سؤال ستة عمود كهرباء ربعه مغمور في الماء وخمسه مغمور في الطين والجزء الباقي والظاهر منه أربعة وأربعين متر الآن عدنا هذا العمود لاحظوا هذا العمود هذا العمود قالينا في العمود إن هنا موجود ربع مغمور في الماء هنا ربع والخمس أيضا مغمور في الطين واللي ظاهر أربع دين طالع كم؟ طالع عدنا أربعة وأربعين مترا إذن هنا أربعة وأربعين مترا يلا زين فإذن عندنا ربع وهنا عدنا خمس هنا خمس واحد على خمسة هنا ربع وهنا خمس وهنا أربعة وأربعين يلا الآن كيف نوجد الآن المتبقي علشان أعرف طولكم عادة عادة بيكون أروح أجمع الخمس والرب وأنقص من الواحد لأنه كامل واحد كامل يلا أروح أنقص أول شي أجمع خمس زائد مين زائد ربع يلا أوحد المقامات عملية جم أوحد المقامات مقامات كام؟ عشرين يلا أروح أضرب الحين أضرب هذه في أربعة وهنا أضربها في كام؟ في أربعة وهنا أضربها في خمسة وهنا أضربها في كام؟ في خمسة فبصير أربعة زائد كام يا أولاد يا بنات خمسة إذن المجموع تسعة على كم على عشرين يعني المسافة اللي موجودة فيها الطين والماء تسعة على عشرين باقي كم علشان يصير واحد كامل أنقصها من عشرين على عشرين إذن أنقص نقول واحد كامل ناقص تسعة على عشرين تسعة على عشرين الجواب كم يصير يا أولاد يا ابنان أحد عشر على كم على عشرين يعني هذا الجزء المتبقي هو عبارة عن أحد عشر على كم على عشرين حلو كم قال لنا المتبقي يساوي كم يساوي أربعة واربعين فإذا نكتب أحد عشر على عشرين سين يساوي أربعة واربعين يعني يبغى طول العمود نضرب بعشرين الآن عشرين ضرب أربعة واربعين ونقسم على أحد عشر يعني بنضربها في مقلوب أحد عشر على عشرين نقول عشرين على أحد عشر نختصر دفيه واحد دفيه أربعة إذن سين ماذا يساوي يساوي ثماني إذن إجابة هذه المسألة تكون الإجابة الفقرمين فقردين لأن عشرين على عشرين تساوي واحد هذا المقدار كله هذا عبارة عن واحد كامل هنا لأن العمود يعتبر واحد كامل شنا منه تسعة على عشرين إذن من واحد المقامات كيف من واحد المقامات نضرب عشرين ضرب واحد عشرين وهنا عشرين فأنا أكتبها مباشرة عشرين على عشرين ناقص تسعة على عشرين وأطلع الجوار تمام إذن طلعت الإجابة ثمانين مترين يلا السؤال إلا بعده في السؤال التالي طبعا قال لنا في سؤال سبعة إذا ضمأ جمل فإن نسبة الماء في جسده أربعة وثمانين ما معنى ضمأ يعني عطش الجمل إذا عطش يقول لنا صارت النسبة كم في قسمه فإن نسبة الماء يساوي أربعة وثمانين بالمئة تمام وعندما يشرب يصبح وزنه ثمانمائة كيلوغرام إذا شرب الماء يصير وزنه ثمانمائة كيلوغرام وتصبح نسبة وزن الماء كم؟ تصبح خمسة وثمانين بدل ما يكون نسبة الماء وهو عطشان أربعة وثمانين وإذا شرب الماء يصير بنسبة خمسة وثمانين الآن السؤال فما وزن الجمل وهو بمعان أنا أعرف أن الجمل وهو رويان يعني ثمانمائة كيلوغرام وإذا كان أيضا عطشان كم يصير وزن الجمل هنا لازم نجيب نسبة الماء ونجيب بعد الشرب كم يصير وزنه ونوجد الناتج وأقدر أيضا بطريقة ذهنية الآن بطريقة ذهنية شوفوا النسبة الآن في الماء النسبة ما بين الماء وما بين وبعد ما يشرب الماء الفرق ما بينه من نسبة قليلة الآن إذا أنا أبغى بالاختيار الاختيار الذكي هل ممكن أن يكون ثلاثمائة وخمسة ثلاثمائة وعشرين هل ممكن أن يكون وهو عطشان بيكون وزن ثلاثمائة وعشرين طبعا مستحيل لا مستحيل لأن النسبة ما بينهم قليلة جدا وهل ستمائة وثلاثين طبعا لا لأن صائر الوزن هنا ثمانمائة شوفوا لاحظوا ثمانمائة المفروض أقل منه بقليل وهو مين بسير أقل منه بثمانمائة بدلا ثمانمائة يسير هنا أيضا غير صحيحة فتكون الإجابة فقر مين فقردان هذا نسميه الاختيار الذكي بدون حل المسألة لأننا لاحظنا نسبة الماء في الجسد أربعة وثمانين إذا كان عطشان ونسبة خمسة وثمانين بالمئة إذا كان رويان ويكون وزن ثمانمائة يعني معنا إذا كان ما شرب الماء فبيكون وزن أقل بقليل فتكون الإجابة فقردان بدل ما نحلها بطريقة رياضية لأنه بالطريقة الرياضية بتأخذ عليكم وقت طويل يلا السؤال الثامن في الشكل المجاور أوجد قيمة سيف علشان يكون الكفة أو الميزان صحيحة أروح أجمع هذا المقدار كله كامل أجمع هذا المقدار يلا إذا جمعناهم ستة 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 زايد اثنائي صاروا ثماني وعشرين مع ثمانطعي صاروا المجموع كله هنا ستة واربعين حلو هنا لازم يصير أقل من ستة واربعين لازم يصير المجموع أقل من ستة واربعين سبعة عشر زايد عشرين كم الجواب يا أولاد يبنان سبعة وعشرين أروح أنقص ستة واربعين ناقص أو سبعة وثلاثين سوري آسف خليكم معاي سبعة وثلاثين ناقص سبعة وثلاثين صح نقصنا سبعة وثلاثين الجواب كم يصير نستلف ستة عشر ناقص سبعة الجواب تسعة إذا لازم يصير ناقص اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر